اليوم عندنا موضوع جدا جميل اللي هو الكلاود، كلاود كومبيوتينغ طبعا من نقول كلمة كلاود كومبيوتينغ رح يصير عندنا تساؤلات كثيرة لأن حقيقة من نجي نباو على الانترنت فالكلاود نلاحظ بها تفسيرات كثيرة يعني من نجي نبحث واي ناس معبرين على الكلاود بطريقة معينة بس حتى نختصر المسألة، الكلاود تقدر تفسرها بطريقة أنه أنت رح تكون متصل بالانترنت وشغلك يكون بالانترنت، تمام؟ يعني من تجي تدخل مواقع كثيرة كل مرة يشرح لك شكل كلاود بس وقت مختصر الكلاود شنو هو كلاود كومبيوتينغ هي عبارة أنه شغلك رح يصير عبر الانترنت وتقدر أنه تربط نفسك من أي مكان وتقدر تشتغل من أي مكان طبعاً مسألة الكلاود، الفكرة الأساسية مالتا شنو كان؟ أنه أنت ما تحتاج إلى أنه تنزل تطبيقات وهذه تطبيقات تجي على سبيل مثال تنزل كراك مالتا أو غيره وغيره من سوالف ويأخذ من مساحة الهارد وإلى آخره فصارت الفكرة الأساسية مالتا شنو وليش ما يكون شغلنا كله على الانترنت طبعاً أيضاً فكرة الكلاود من إجدتي كان الأساس مالتا أنه صار عدنا انترنت سريع فكون أنه إحنا عدنا انترنت سريع وكون أنه البيانات أصبحت هي بترول الحاضر والمستقبل فقال لك أنه ليش ما نجي نخير كل شيء ونحاوله الكلاود؟ طبعاً رح نجي على القصائص مالتا ونشوف شنو المميزات اللي ينطينا إياها الكلاود وانت حل كبير جداً مول بس لجماعة الأوفيس مثلاً اللي يشتغلون بالمكاتب والآخرين لا انت مجال أوسع لجماعة البرمجة وأيضاً انتك حلول كثيرة بالشبكات بالنيتوركينج نفسه فهذا من جانب من جانب آخر انطاك حل لمشكلة التكاليف اليوم نريد نبني مؤسسة عملاقة متكونة من كذا كومبيوتر متكونة من كذا راوتر متكونة من كذا داتا استوريج وإلى آخر فهل كملها اللي يحتاج لفلوسه هواية حقيقة اليوم أنا أريد أبني شركة على سبيل المثال محتاج كذا رام محتاج كذا هارد محتاج سيرفر ومحتاج فريق أصرف عليه ومحتاج واحد يفتن بالسي سي سي انا اي و سي سي ام بي وإلى آخر من أمور زين ليش هالهوسة كلته وهالمصاريف كلته ليش ما أحول نفسي للكلاود فهي أحد الأشياء الجميلة اللي ينطيكيها الكلاود كومبيوتينج لكن نفس الوقت لازم نخلي في بالنا هل إحنا يعني بهالحالة معنات أنه كلتنا نروح للكلاود خلاص بعد يعني كل شي يتحول لكلاود لازم قبل التحول لكلاود تخلي في بالك نقطة أساسية الكلاود يعتمد على الانترنت تمام بمعنى صح بها فوات كثيرة بس بنفس الوقت لازم يكون عندك علم إذا صار عندك انترنت أو 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 تجز اللي هي شنو ينقطع الانترنت إذا أن انقطع الانترنت شغلك كل يبقى على الانترنت فأنت ما تقرأ تتصل به يعني تخيل أنه أنت تشغل بشي معين وانقطع الانترنت عندك فبالتالي شغلك راح يتوقف هنا أو ممكن على سبيل المثال ما تقدر توصل للتطبيق لأي سبب معين صار عندك دي دوزاتاك هجمة أو مثلا خلي نقول أكو واي موظفين دي يستخدمون فأتوقف السيرفر لأي سبب معين إضافة إلى ذلك إذا كان عندك معلومات حساسة أو خلي نقول بشكل صريح ليس معلومات وإنما بيانات حساسة تمام لأننا بالأول بالأخير نتعامل مع البيانات والبيانات نعالجها تصير معلومات هاي العلاقة بين البيانات والمعلومات فخلي في بالك إذا كانت المعلومات جدا حساسة ممنوع استخدام الكلاود كثير من الناس من يشرحون دورات عن الكلاود يقول لك أوكي الكلاود هيش الكلاود هيش بس حقيقة أكو مؤسسات صعب أنه تتعامل مع الكلاود أو على الأقل يصير عندها private cloud يصير عندها كلاود هالخاص داتا سنترمات هالخاص يعني لمن يجي نحكي عن المخابرات من يجي نحكي عن جماعة الأمن الوطني من نحكي عن وزارة التربية من نحكي عن الجماعة الجنسية الداخلية الدفاع فذول يعني يعتبر كأنهم أماكن حساسة حقيقة يعني صح يمكن تقولي تربية هي مو جزء عسكري بس صح بس بيها معلومات الطلاب والناس وأعمارهم وخلافهم في المعلومات الخاصة بالمواطنين هاي لازم تكون من ملكية الحكومة لأن أنت بالأول بالأخير لازم نكون صريحين ماكو شي ترفع على الكلاود معناتها أنه هو محمي 100% حتروق أنه محمي بالمية بالمية بس أنت ما تضمن أنه الشركة النفسة اللي أنت حاط معلوماتك يمها ما راح تبيعها هاي لازم تخليه في بالك فإذن مو بكل مكان ينفع لي حقيقة الكلاود لكن في أماكن كثيرة أن يقدر استخدم الكلاود وقدر أرزم بها البيانات مالتي الكلاود اليوم يعتبر هو جزء من النيتورك استراتيجي يعني مثلاً كثير من الشركات عملاقة سواء كانت في مجال اتصالات أو مجال البرمجيات وغيرها بلشوا يفكرون ويخلون من ضمن الاستراتيجية ومات الشبكات أنه يكون جزء ولو ربع من الشبكة مالتهم مرفوع على الكلاود يعني ما بلشوا يفكرون حالياً مثلاً الشركات عندك اتصالات وغيرها هاي الشركات حالياً بلشت تروح للكلاود بس مو بالكامل للكلاود يعني مثلاً خليناً خليناً شركة اتصالات عدها عملاء مالتها الخاص والسيم كارت وارقامه وغيرها هذا راح تكون اون سايت اون سايت قصدي بيها شنو يعني راح يكون على ارض الواقع بسيرفراتهم الخاصة اللي ما مربوطة كلي نقول بالانترنت لكن هناك اجزاء ممكن تعتمد عليها على الكلاود على سبيل المثال بدل ما تشري اوفيس لكل الموظفين تقدر تستخدم خدمة مايكروسوفت اوفيس 365 وتنطع حسابات للمستقدمين فيقدروا يستخدموا ويمشون شغلوا بيها او ممكن بعض البرامج مثلاً الداتا ماينينج وداتا اناليسز SaaS على سبيل المثال اللي يتعامل مع البيك داتا هاي ممكن انه يأجرون بدل ما يشتروها هي بمبالغ طائلة ممكن يستضمون خدمة الحوسبة السحابية اللي موجودة بالشركة هذه ويأجروا من عندها فإذا مبلشت الشركات ما تشتري سيرفرات كون تكاليفها عالية وغيرها لا يقولك مثلاً يعني ممكن أخليهم يعتمدون على السحابة وكون انه هو أرخص وأقدر أجر يعني ما يحتاج أنه أصرف من عندها بس حقيقة لازم في البداية نتعرف على شنو أجزاء ال cloud computing يعني إذا كتبنا هنا خلن نقول cloud computing components تمام فإذا جربوا على الأجزاء مالتا شنو الأجزاء الأساسية التي تتكون من عند cloud computing راح نلاحظ هنا بالرسم إنه يتكون من ال clients اللي هما المستخدمين تمام هذول خلن نقول clients تمام وهنا data centers وهنا عندي distributed servers أعرف إنه هاي المصطلحات شوي جديدة عليك وغريبة بس راح اشرح لك يعني أنت لما يكون عندك خلن نقول تريد تأسس cloud فالcloud عندك ثلاث أجزاء يعني cloud computing يتكون من ثلاث أجزاء الجزء الأول راح نجي عليه اللي هو client computers اللي هي الحواسيب المستخدم المستخدم تمام اللي هو ممكن تستخدم mobile وفي أنظمة خلن نقول الكمبيوتر أو desktop يسمونه بال thin client أو thick client thin باللغة الإنجليزية يعني نحيف تمام thick يعني ثخين بس هي ما تيجي هالشكل معناته من نقول thin client thin client معناته النظام اللي راح يدخل بيها على cloud هو النظام موجود بالcloud نفسه ما ينخزن شي بال computer نفسه تمام من نقول thick client معناته هو النظام مالتا اللي موجود باللابتوب واللي منصب في لابتوب مربوط مع الكل بالتالي يقدر على سبيل مثال يحمل تطبيقات في داخل حاسب يعني مثلا إذا جل هنا نقلنا cloud computing قل نقول thin thin client المستخدم النحيف خلي نقول المستخدم النحيف شنو هو هي مجموعة أجهزة تتوزع عبر الشبكة لاحظوا هذا مثل setup box إذا سامعينا أو مو setup box خلي نقول شوفوا هذا thin client هسا هسا شوف لكم صورته هذا هو thin client لاحظين ملاحظين شكل يصير مثل router عبالك مثل router وتقدر تلزق وراء الشاشة طبعا هذا لا بي hard ولا بي سواقة ولا يغزن أي شي هذا مجرد بس رح يربط كوية من ويا الكلاود نفسه يعني رح يربط كوية من خلي نقول ويا السيرفر للأصلي خلي نشوف هذه الصورة كبيرة حتى وضح لك شوف لاحظ هنا يعني هذه اللابتوبات اللي تتشوف ها قدامك لاحظ هذا فاتح شكل هذا فاتح يميلا هذا فاتح firefox هذا فاتح axel هذا فاتح صورة ذول كلهم يتلاحظ اكو جهاز صغير اسود هنا طبعا بيغضر نظر اسود بيض بالتالي يربط بالشبكة خلي نقول عن طريق راوتر هنا خلي نقول راوتر هذا راوتر مربوط بالشنو مربوط بالكلاود هذا سيرفر خلي نقول الكلاود فأنظمتهم مو حقيقية أنظمتهم هذه هي بالأصل مغزونة هنا زي يعني شوف بدون هذا الجهاز فأنت ما عندك نظام صحي لا يعني كما أنت تشتري فقط شاشة وكيبورد وماوس فالقيد فإذا بالتالي هذا النوع نسميه thin thin client وعدنا نوع آخر اللي هو thick client thick client لا هو حاسبتك انت حاسبتك انت اللي بالبيت هو thick تمام هذه الربط ويالكلاود فتقدر تغزن وتحفظ وتقدر تاخذ من عند على فكرة بالthin cloud بلش ويضيفون بيها USB تقدر مثلا تحفظ بالفلاشة مثلا هذا XL Trita تاخذ نسخة من عندها فجي معين تمام هذي يستفادون من عندها بالسكوريتي على فكرة يعني طبعا مؤسسات أخرى تقدر تستخدم هذا النوع اللي هو شنو ما ينخزن شي يم المستخدم كله ينخزن يم السيرفر وتقدر توصل من أي مكان على فكرة زين يعني تقدر تفتح هذا النظام من أي مكان من حاسبة بالتلفزيون باللابتوب بالمالتك عدنا أيضا جزء آخر اللي هو ال Data Center تمام ال Data Center هذول هذا رح شنو هذا جزء اللي رح تقدر تتواصل مع شنو ال Cloud مالتك لأن هاي ال Data Center هي المغزونة بها التطبيقات أو النظام مالت اللي تتشتغل عليه يعني شايفين على سبيل مثال هنا خد نجي نقول Google Sheet تمام أو Google Docs هذا Google Document طبعا Google تعتمد على Java JavaScript هي على موض UI وتعتمد على Java بصناعة Office مالتها تمام فGoogle عدها نسخة مثل Office بس هاي Office مالتها online فأقدر أقول Go to Docs فأنا حاليا أستخدم التطبيق هذا بس عن طريق المتصفح لا أقدر أكتب بها و أتعامل وياك أنا ما Office لو مو بس هاي أنا أقدر حتى أنه أقول File وأقول Download زين هنا على سبيل مثال for example where is أوكي هذا هنا هذا Download تمام Download على شكل Microsoft Office أو ODT PDF كيف فتخيل هذا ما موجود يمي هذا وين مغزونا بData Center مال منو مال جوجل فإذا الآن أستخدم الحاسبة مالتي Client Computers وأتواصل مع Data Center طيب الجزء اللي هو Distributed Servers Distributed Servers شنو هو هي نفس فكرة Data Center بس السالف مالت هاي في حالة في حالة صار فشل في أحد Data Centers الموزع فهذول رح يشتغلون Distributed رح ينخزن البيانات مالتك بيها فبالتالي أحد السيرفرات إذا فشلت فالسيرفر الثاني رح يغطي الفشل هذا فتبقى الخدمة شغالة عندك يعني تخيل ساني مثلا دايش تغل هنا أوكي تقرير دايكتب فليكن أحد السيرفرات في جوجل فشلت ما موزع تمام موزع فلذلك من تشرك بخدمات مثلا على جوجل فلا تتخيل أنه هذي رح يكون سيرفرات فقط بأمريكا لا بالعكس أي ممكن سيرفرات أصلا تكون بأمريكا وألمانيا والصين وتكون موجودة على سبيل مثال في خلني نقول دبي وإلى آخره فأنت على ياهو أقرب رأس يريد على ذاك الData Center حتى شنو لا يصير هناك Latency لا يصير تأخر هذا شي جميل حقيقة طيب خلونا نفكر بالCloud Infrastructure يعني هزا تعرفنا على الأجزاء المتكونة بس نريد نعرف أيضا Infrastructure التركيبة مالتا أريد أعرف التركيبة مالت الكلاود طبعا كلاود خلي في بالك Infrastructure مالتا راح يتكون من شنو عندك نوع نوع نسميه بال full virtualization يعني بالكامل راح يكون system خلي نقول احنا virtualization شنو قصدنا بيها أول شي لأنك وناس ممكن تكون virtualization أول مرة تسمع عنا virtualization technology زين virtualization شنو قصد اللي هو يولد لك أنظمة وهمية يعني لاحظوا هنا شوف أنت عندك خلي نقول computer خلي نقول أنت عندك computer حلو ال virtualization شي يسوي لك بهذا ال computer يقدر يقسم لك كمبيوترين يعني شلون عندك مثلا هنان هذا ال computer مالتك خلي نقول هس هذا ال computer مالتي مو هو قدام كم Mac أقدر أحمل عليه Windows ها خلي نشوف أحد التطبيقات virtual هذا مثلا أحد التطبيقات virtualization اسمه virtualbox شنو هذا virtualbox virtualbox استخدمه حتى أولد طبعا نكون نظام جديد نازل حتى أولد أنظمة بداخل Mac خلي نقول مثلا أنا أريد استخدم Windows بس قبل أشري حسب Windows أقدر أصنع لي نظام Windows وهمي شوف Microsoft Windows مثلا Windows 7 أو Windows 10 على سبي مثال وأقدر اختار 64 أو 32 بيت تمام وأجي أكتب مثلا الاسم Malta وأقول continue أحدد للرام أحدد للهارد مثلا وأقدر أصنع واحد جديد على سبي مثال أريد أجرب Linux يعني لم أستخدم Linux أوك Linux نسخة مثلا أكو ناس قالوا لي Red Hat للسيرفرات فأريد أجرب Red Hat السيرفرات شوف زين مو زين فليش أروح أشتري ليش أجي بكمبيوتر آخر لا يعني أقدر أنزل 4 5 6 10 أنظمة بداخل الحاسبة ويصور عندي أكثر من نظام هذه Virtualization بس لازم يكون حاسبتك تدعم Virtualization فلذلك من يكون عندك كمبيوتر تقدر تنزل Virtualization بها وتقسم فأي فكرة Virtualization فهنانا من يجينا قلنا على Component أنه هي عبارة عن هذا اللي هو قلنا عبارة عن شنو نوعين من Virtualization Virtualization رح يكون Full Virtualization قصدنا بالFull Virtualization شنو معناتها معناتها أنا ليش دع أساوي حاسبتين هنا إذا تشوف ليش دع أستخدم Virtualization لأن أنا خلي نقول شون أنا بالكلاود رح أشتري خلي نقول Server حلو هذا Server أريد أساوي للموظفين الشركة أنا عندي 20 موظف فأقدر أستخدم Virtualization لأن أنا عندي قطعة هاردوير وحدة يعني خلي نقول مثلا أنا جيت أريد أشتري فأشتري كلاود فشري إذا أجيب مثلا رام أطلب من عدم رام في 300 جيجا وأطلب هارد هل قيد التيرا وراء أجي هذا الكمية التي اشتريتها أنا ما أقدر أجي أنطيها لأي موظف لا من عمدة أجي أقسم على الموظفين فهذا الشي التي اشتريتها من جوجل أو هذا الحاسب التي اشتريتها الخارق أو اشتريتها من جوجل أقدر أجزئها على طريق الـ VM فأكو full virtualization full virtualization من تسمع بمعنى أنا أريد كل شخص بيهم يمتلك تطبيق الخاص وكل شخص بيهم رح يكون نظام الخاص يعني هذا ممكن يستخدم ماك هذا ممكن يستخدم ويندوز الآخر ممكن يستخدم لينيكس تمام بالتالي كل من أريد أنطي لخدمة مختلفة بهالحالة الـ Cloud Multi نوعا رح يكون full virtualization لازم أختار زين هذا رح يسمح لي بشنو يسمح لي أنه أنا رح يكون عندي كمبيوترات مختلفة عن بعض بالكامل يعني تحس أو الموظف نفسه يحس أنه عندك كمبيوتر مستقل بعيد عن الكمبيوتر الثاني كل يوزر كأنه يحس هذا كمبيوتر مالتا وإذا كان عندك أكثر من يوزر هذا النوع يفيدك full virtualization ليش؟ لأن رح يعزل كل يوزر عن الثاني نفس الوقت الهاردوير المخصص للحاسبة الأولى رح تكون معزولة عن الهاردوير المخصص للحاسبة الثانية فهذا إذا يستخدم مثلا الحاسبة بأقصى حد من البروسيس ومن الرام ما رح يأثر على البقية لأن هو هاردوير مالتا مفصول عن الثاني هذا اللي نسمحنا بال full virtualization وهنا نقدر نقول له على سبيل مثال full virtualization شوف طلع المعمارية مالتا رأسا فيكون عندك السيرفر هذا السيرفر يدعم ال-virtualization تنزل النظام بها ويكون ال-application مالتا موجود عندك أيضا ال-para virtualization يعني عدنا ال-full virtualization وعدنا ال-para virtualization para-virtualization شنو هاي صالفتا ال-para virtualization شي يقول يقول أنت تقدر ال-operating system فقط تعزلهم يعني شوف ال-full virtualization كل من عنده hardware وحدة بس بال-para لا كل من عنده نظام وحدة زين ش راح يفرق بال-full virtualization راح يكون عنده نظام وحد وال-hardware وحد بال-para virtualization راح يكون عندهم كلتهم نفس ال-hardware بس أنظمتهم وحد يعني آني يمي ويندوز أنت يما clinics يما صديقنا ماك ثلاثتنا أنظمتنا منفصلة بس كلتنا نشارك بنفس ال-hardware يعني نفس ال-ram نفس ال-process تمام نفس ال-GPU وإلى آخر من أمور فهذا ينفع بشنو شوف بال-full virtualization يمكن تفكر شو تقول full virtualization أفضل إليه كل من منفصل يكون صح هو بال-full virtualization كل شخص راح يكون منفصل عن الثاني يعني مثلا بهذه الحالة هذا full virtualization هنكبر هاي الصورة هنا زين هذي full virtualization راح تقول لأ ال-hardware واحد وكل من CPU ما لهذا أفضل بس من نقارن هذا إذا كان عندك كل شخص تريد سوي له معزول عن الثاني وإذا كان عندك فلوس حقيقة أما ال-para يفيدك وين يفيدك بالحالة disaster recovery اللي حالة الكوارث على غفلة server النهار على غفلة server وقع فهذا يفيدك تمام يعني هذي يستخدمون أكثر شي بال-disaster recovery لأن المشكلة بعض مرات نشتري server وننزل بيكل بيارات ما نخلي فت server backup حتى إذا نهار الس server الأول الثاني يشتغل تمام فهذا هو يستخدمون بال-disaster اثنين يفيد اليوم عندي شركة بها رواتر وبها server وخلاف فمن أحول على cloud حتى خلاص أريد أن أترد كل IT حتى اليوم الآن جماعة IT سيكرهون ماذا لم أحد Cisco لا أعرف ماذا كلهم سيكره لأن لماذا سأذهب على cloud وكل سيقوم بيكل فبالتالي الpara virtualization سيفيدني هنا لا يحتاج إلى hardware يأتي IT يقول لي مثلا هذا لازم هل قد وكات 5 وكات 6 ويقعد يقرصلي بال الكلب سمال يسوي للRJ والكابلات آي ما أحتاج أفكر بالتوسعة هذا يفيدني بالcapacity management باتش رأك بهذا قد نقول مثلا أنا احتاجت رامات جديدة فرائسة أقدر أزيد لأن ليش الhardware مالت واحد فمن أخلي رام جديد كل المستخدمين راماتهم راح تتغير يعني خلي نقول مثلا كل واحد منطي 1 جيجا ثلاث موظفين عندي زين وعني هذا رامة 3 جيجا طبعا ما كيف سيرفور بس نحن نطي مثال هذا رامة 3 جيجا الhardware فكل موظف منطي 1 جيجا فمن أجي أريد أغير قبل أسوي مثلا 6 دقائقة فكل موظف 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 راح يقض 2 بينما هنا يختلف بال full virtualization أنت كل موظف لازم تخلي له رام جديد hardware يعني رام تشتري لحقيقي لأن ليش كل واحد من عدهم كhardware هم منفصل هذا الhost computer system هذا أكثر شي يستخدم بين يستخدم بحاسبتك انت هذا بحاسبتك ستذكرون قبل شوي شغلت لكم البرنامج التي قلت لكم أصنع بها أكثر من نظام virtual box هذا يمثل full virtualization مساوأة هي أنه راح يكون فقط hosted computer يعني في داخل computer كنت بينما هذا الparavirtualization أكثر شي يستخدم بالcloud إضافة إلى ذلك أنت تقدر تقلل وتزيد على حسب استقدامك هذا الحلوبي يعني مثلا أنا مدى أستخدمه هيا راح ما أقدر القطعة من الراح ما يحتاج هذا أو process multi ما يحتاج هو يستخدم أوكي فصار عندي نوعين لكن cloud services شنو هي يعني إذا أريد أفكر بالcloud services شنو الخدمات اللي ممكن ينطين إياها على سبي المثال إذا قلنا cloud computing services نكتب بالgoogle فعني شنو اللي راح ينطين إياها راح ينطين مجموعة شغلات كثيرة طبعا إحنا عدنا بالcloud service راح يشاء ممكن من تستخدم cloud service سواء كان sass pass iaas ورح يجيلكم نقول لكم هاي شنو تفاصيلها زين فأنت خلي في بالك أوقات راح يكون المستخدمين هم يشاركون نفس الresources يعني يعني مثلا الآن فاتح قدامك هسا حاليا هذا google docs تمام هذا cloud ممكن الرام اللي منطينية والcpu المنطينية أكو غيرها مشتركين بيها تمام الشغلة الأخرى أنه ممكن يعني خلي نقول يسمح لك التوسع بشكل كبير سواء كان horizontal أو vertical ورح نجي لشوف شنو قصدنا horizontal أو vertical قصد شنو أنه مرن بالتوسيع يعني هذا حاليا أنا هذا google docs اللي فاتح قدامكم هذا ممكن google تشارك ويه ألف واحد مليون واحد كلنا فاتحين من نفس البرنامج نفس الرام نفس cpu فمن السهل جدا أنه يزيد الرام أو الهارد ما يصوي أكثر يربط فه سهولة بيها لأنه cloud ليس مثلا فاتح شي أنا حاط يمي عسا بمثال أنا عندي خلي نقول office تمام فoffice بين فترة وفترة النسخ تتغير لازم كل مرة روح أن نزل نسخة جديدة هذه ما عدا أنه النسخة القديمة ممكن تكون مهكرة بينما هذا لا أنا ما أحتاج لأن ليش لأن إذا أكو نسخة جديدة أكو تحديث فهو أوتومات كيف رح يحدثون من يمهم أنا بدون نعرف ألقى نسخة جديدة عندي دائما فهذا كل مهم بالنسخ بلاس هذا ما يعتمد على أي جهاز يعني هذا جوجل دوكس أقدر أفتح ها بالمك أقدر أفتح بالويندوز أقدر أفتح باللينيكس ما هو يعتمد على المتصفح أقدر أفتح بالتلفزيون أقدر أفتح بالموبايل فإذا device independence نوع ما يعتمد على الجهاز معين طبعا نحن كأنواع services اللي نطينا إياها فعدنا نوع اللي نحن نسميها بال sass الساس شنو قصدنا بها دعنا نشوف فد واحد اتش مرتب آه هذا هذا الصورة الساس شنو قصدنا بها الساس قصدنا طبعا أكو نوعين من الساس أكو خدمتين اثنين أعطوهم اسمهم الساس ممكن تقول software as a service خدمة يعني برنامج على شكل خدمة مثلا شنو البرنامج على شكل خدمة نطينا مثال عليه هذا google docs google drive dropbox email email gmail هذا ماذا يعتبر software برنامج بس هذا البرنامج online لأنه خدمة تمام فالبرنامج multi online فعندي software as a services هذه التطبيقات رح يكون hosted بمعنى شنو يعني ما تحتاج تنزلها هساني احتاجت تنزل مثلا google docs لا ما احتاج اوكي dropbox مثلا هو عدم تطبيق بس قدر اشتغلها online him تمام نفس الوقت تقدر انه انت توصل لهذه التطبيقات online يحتاج بس عندك انترنت وبراوسر شوف جيد سهل احتاج انصب وتسوي download تعال واحد نصب بالحاسبة واني ما عندي رامات واني ما عندي cpu لا ما احتاج نفس الوقت ممكن اكو خدمات pay دفع for access يعني ممكن انه اكو في خدمات تنطيق خدمات cloud computing عشر دولارة مثلا فعشرة في ستة ستين دولار يعني انا راح انطي ستين دولار بس بدلا ما انطي ألف دولار على سبيل المثال فستين دولار وين ألف دولار وين النوع هذا software as a services كيف راح يفيد نا شو الايجابية ما الايجابية ما اول شي يعني ما راح ادفع فلوس كثيرة ااخذ الخدمة اثنين راح اكون دايما قوية الصدارة بتحديث التطبيقات يعني انا ما راح افكر حتى microsoft microsoft فاني بالنسبة لي عندي هذا ايضا ك cloud windows اللي هو ينطيك office وهذا office تستخدم ك online خلي نجي هنا وين رسي هذا login مال تجد تقرأ تساوي لها sign in يعني اذا عندك حساب على سبي مثال تدخل وهم تستخدم النسخة مال تتصور ها مجوعة لكي تم لي free نعم شوف رأس اندخل هنا انا زي اي طبعا لا 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 تشوف ايها بزي ما شوف للحساب الجامعة اوك فهو ينطيك بفلوس يعني بيها بفلوس وبيها معجاني زين هذا حساب مات الجامعة اوك فأني داخل بها فاذا تستخدم office online بدون ان ننزل برنامج أو فشي لا لا ما احتاج هذا powerpoint هذا word شوف نضغط على word على سبي مثال يقدر افعل مستنى جديد تخيل كله عن طريق شنو متصف زين وما تحتاج الى انه staff IT جون زي اسا جماعة ال IT رح يضجون من عدنا staff IT جون والله تعال نصب هاي ال office بكل الحاسبات لا ما احتاج بعد عنا يسوي لهم حسابات ودخل بحسابك اكثر لان هي من Microsoft نفسها يعني ادارتها من Microsoft رح يصير فانتش ما اجبت من الناس فالذول Microsoft وما يدير اثنين يعني هاي اثنين هاي كررناها طبعا خامسا security يعني ما احتاج اهتم انه هذا office قديم او جديد او حديث لا 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 ما احتاج هذا الشيء لان ليش Microsoft خلف الكواليس هما دا يديرون security مالتا اضافة لذلك ممكن اصنع الى customize يعني ممكن مشارط كل office package مالتا اشتري لا اشتري مثلا outlook وword او مثلا ما ريد ادفع فلوس ما عدنا powerpoint فما ادفع فلوس بس word اشتري فصار الموضوع اسهل اليك باستخدام sas فهذا الشيء راح ينطيق هي لكن مثل ما بيها ايجابيات بيها ايضا سلبيات شنو هي السلبيات مالتا على سبيل مثال ممكن الخدمة اللي ينطي لك هي ها ميتوافق مع احتياجاتك ممكن اثنين portability التنقل يعني مثلا انت ما عندك بالبيت انترنت زين شون صح يعني انت مثلا بالبيت انت ما عندك انترنت او انت مثلا بالطيارة وتريد تكمل كم شغلة اوكي ما كنترنت تمام هاي ممكن ايضا تخليها يعني في وعلك ونفس الوقت اكو تطبيقات اخرى open source مجانية فممكن الشخص يروح ويا الopen source مش شرط يستخدم software as a services فاحنا قلنا على الساس اول واحد فتقدر تعتبر الgoogle تطبيقات كلها sas مشكل كامل يعني عندك اليوتيوب عندك google drive عندك google docs هاي كلها الماب كلها هاي تطبيقات تعتبر شنو sas الoffice 365 ياس الحالي نحن بيها هذه ايضا تعتبر sas تمام اقوام ايضا survey monkey اللي يسوي لك نظام survey monkey هاي يستخدم كثير من جامعات على اكو مثلا المؤتمرات هاي شنو يسوي survey شايفين مرات اريد اخذ اراء الناس على سبي مثال اريد اخذ رأي الناس بشي معين استبيان استبيان تمام هذا ايضا خدمة cloud واكو كثير حقيقة يا مو بس هاي زين هاي كانت فكرة الساس لكن احنا قلنا الساس اكون نوعين software as a services النوع الثاني storage as a services storage as a services شنو قصدنا بالstorage اللي هي الخزن مثل منو مثل dropbox اوكي نعم نكتب dropbox للناس اللي ما تعرف dropbox dropbox شنو هي خدمة تغزين سحابية هذا تقدر تستخدم شنو انو وتغزن فايلاتك صورك ملفاتك تقدر تتخزنها online وعندك ايضا google drive زين google drive ايضا تقدر تغزن بها ملفاتك صورك اي شي واي معظم هيكون مفاعلة بداخل الاجزامات كم فدرباكم من عند مرات يسوي ساكر نزير فاع صورك على google drive بل اش فضائح عدنا ايضا one drive اللي هي مع microsoft زين هذا ايضا one drive اللي هي ايضا خدمة يعني اذا شفنا الصور مالتا شوف لاحظ صور تقدر ترفع عادي فdropbox google drive صورك وهي ليش تغزن مثلا بالكمبيوتر تغزن online مرات جماعة المستمسكات وما مستمسكات يخلونا على الكلاود وهي اكبر غلطة يساونا طبعا بس مي خالف يلا شو زاوي اوك فهي كلها تعتبر شنو storage as a services عدنا ايضا نوع آخر ولو ما ذكرين هنا لأنه هو نوع جديد حقيقة فهذا التخطيط القديم اللي هو has has شنو hardware as a service طبعا طلع لي الشركة خد نأخذ هذا نحن copy and let's has has شنو هو hardware as a service شوف اللي هو هنا has hardware as a service هذا شنو ينطيك hardware او في بعض الناس تسميه شنو بال iaas تمام يعني رح تلقى بعض الدورات القديمة هي هذه تعتبر iaas او has هذه شنو فكرتها انه ينطيك infrastructure as a service هذا ينطيك hardware بدل software انت محتاج رامات hard وتشكل حاسبتك بكيفك شايفين من تطلعون مثلا السوق تقول شنو الحاسبة رح تشتري ها والله ما ادري يعني رح اجيب الكيس مع الحاسبة زين و رح اشتري رام هال قد هال قد وتجميع وتجميع وتسوي لك حاسبة تمام لان انت عندك infrastructure شبير هذا ورا ما تشتري hardware تصنع من عند ruotter تصنع من عند virtualization و الى آخر من امور طبعا من المثال عليها هي amazon s3 amazon s3 تمام اعي خدمة amazon s3 اللي هي هاس وليه اكثر شي يستخدمون بال storage يعني معظم المبرمجين يستخدمون على storage اوك عندك ايضا الامازون او بس ال s3 ec 2 amazon ec 2 اللي هو ايضا يعتبر كحاسبة اوك اوك اوه هل نشوف هنا ec 2 هو elastic container open new هبشوك الصورة هذا amazon elastic container service ec 2 اللي هو ينتك حاسبة كأنا ما حاسبة ينتي لك شي جدا جميل عدنا النوع الآخر اللي احنا نسميه بال path اللي هو platform as a service هذا قصدنا شنو بيها انا احتاج منصة بس شنو ما ري نزل تطبيقات و software اكثر الناس اللي استخدموه تعرفون منهم المبرمجين ذول اللي نسميهم احنا بال cloud developer ان حقيقة بعد ما بقى الناس تشتغل على shared host اكثر المطورين او مبرمجين بلش ويشتغلون على cloud فاذا انت عندك تطوير بتطبيق معين تصميم وتجي تسوي على testing وراء تجي تسوي deployment وترفع ها فالpass يفيدك كلش يعني من وقصدي بالgoogle engine google engine يقول انت اليوم تطور تطبيق هاي التطبيق ممكن يكون بالجافا ممكن يكون بالبايثون ممكن يكون بالروبي ممكن بلغة go او php او javascript فانت ورا ما تخلص البرمج بحاسب تك فبالتالي اكيد بشركتك راح تروح جمعة ال it وتتعارك اياهم نزلوا لي not gs نزلوا لي php نزلوا لي mysql زين زين تولا جماعة network وش ما يفتهمون بهذه السالفة فلازم منه يكون عندك هنا حل وسيط احنا نسميه system admin system admin اللي هو بين network وشوية من البرمجة هو ما يفتهم بين البرمجة كلش ولا يفتهم بالnetwork كلش بس هو شو يشتغل كsystem admin يعني بيناتهم هما عنده معلومات من هذا وعنده معلومات من هذا زين فمرات php انت مشتغل على php ثمانية وراح نزلوا لك سبعة نزل البرنامج مالتك مما يشتغل اوكي مثلا انت تشتغل على خلي نقول javascript تمام node.js القديم وهما مننزلك لحدث شي اوكي او انت تشغل على حدث شي ومننزلك القديم فهنا تصير مشكلة لذلك حتى ما اطلع لكم هاي بالموضوع لذلك عندك agile اجا بعد شنو devops تذكرون agile يستخدم بادارة المشاريع agile اجا اجا حتى يحل مشكلة منه agile اجا حتى يحل مشكلة الwaterfall النسخة القديمة من ادارة مشاريع اللي بي بالسمعينات devops اجا حتى يحل مشاكل الagile ليش لان agile الagile رح يشتغل بس يام المطور الagile رح يشتغل بس يام المطور بينما devops لا رح يشتغل بين المطور وبين الشبكات لان ليش بالagile انت بعدما تسوي software معتك تطبق كل شي تمام سويت انت نظام كارثي خلي نقول بالphp على سب المثال يبقى عندك شنو تسلم هذا المشروع المن لجماعة الoperation اليوم جماعة الnetwork و system فهناك يصر الخرابة ليش لانذو قولك ممكن انه ينزل لك mysql غير نسخة ينزل لك php غير نسخة فتبدي المشاكل بين اتهم devops جاب لك بالحل قل لك اني بالنسبة لي اول اشي اخلي الplan مالتي بين الdeveloper أو الdevelopment team وال الplan منو يساونها جماعة الdevops الdeveloper team ورا يجون يكتبون الكود ورا يجون يبنون المشروع build ورا يجون يساون التست تمام كل الشيش يشغل ورا يساون release هذا release ايضا جزء من جماعة الdevops اللي هو deploy يجون يشوفون شنو البرامج اللي تحتاج وشنو النسخ اللي تحتاج operate اللي ويشغلوها وبعدين يجون يراقبوها إذا بمشاكل يرجعون للبلان فلذلك يكون شكل شنو infinity فيجتي حل للمشاكل العجائل زين الكلود شي فيدني هنا الكلود تقدر تفصل كل جماعة الـ الـ اللي توجي من ادوب كل جماعة الـ والنتورك تفصل لهم ما حتاجكم انتو زين ولا حتاج دوقة تراسكم ولا ري سيستما دمن يا بليش وشلون يعني عندي شنو عندي جوجل أب إنجن قاني مشروعي راح ارفع على جوجل أب إنجن و جوجل هو راح يشوف كود مالتي إذا PHP 7 ينزلي 7 إذا 8 ينزلي 8 إذا 9 ينزلي 9 محتاج MySQL راح ينزلي محتاج JavaScript راح ينزلي وما محتاج نوع عين جيش كامل فهذه Platform as a service طبعا Windows أيضا عنده هذا الشيء بالWindows Azure وأيضا عندنا واحد آخر اللي يستخدمون جمعة Red Hat اللي هو OpenShift اللي يعني من جمعة Red Hat أحب Red Hat OpenShift container هذا أيضا نفس الفكرة مال Google App Engine Station فإذن احنا شفنا services اللي موجودة بس لما نجي نتكلم عن Storage خلن نقول فال Storage وال Database Services هاي أيضا خدمات ممكن نطولك إياه قصدنا شنو بالData لما نجي نتعامل مع البيانات هنان خلن نقول هذا Google Docs تمام أعرف طولت عليكم بس تحملو شوي Google Docs من نجي نتعامل وياه فأنت لا تتخيل أنه أنت بس تحفظ ملف بل تحفظ بيانات وياها لأن هذا Google Docs هو جيد يعرض لك بيانات جاي تقدر تتحكم بالبيانات وتغير بيها وتشارك البيانات أيضا أقدر أقول Share زين أقدر أشارك هذه الملف وياه غير ناس الشيء الجميل اللي يمنح لي أنه أنا جاي أكتب يعني بطريقة تقليدية أنت لازم تفتح Word وتكتب بيها وتحفظ ها بالكمبيوتر وبعدين تتنقل ها بالفلاش أو تدز بالإيميل هنا لا هنا تشتغلها وتنحفظ البيانات وتقدر تشارك ها رأسا وتقدر تضيف إيميل أي شخص تريدها يعني مثلا 6 أفنان إنها موجودة وأشخاص آخرين على سبيل المثال أقدر أشارك هم لا أو أقدر أكتب لهم ملاحظات وأقول لها ويوصل لهم المال وأقدر أخلي هم يعدلون على أو أخلي فقط يشوفون ما يعدلون عليه أو أستنسخ الرابط ووزع الغير واحد فتخيل الشغلات يعني رح يوفر لك الـ إنه متوفر عندك الـ 2 جيجرام أو 4 جيجرام هنا أنا ما أحتاج أفكر هو متصفر والتكاليفة قالة هنا أنا أصلا صفر صفر دولار دانتي ليش أوفيس لازم أشتريها هذا ما أحتاج أشتريها أصلا ونفس الوقت مرن أصغر أكبر مرونة بها ما عندي مشكلة بها بس خلي في بالك مثل ما بيها فوائد بيها مساوى أيضا أولا أنت على سبيل المثال لازم يكون عندك أنترنت دائما هذا الشيء لازم تخليها في بالك لازم نفس الوقت أنه تضمن الخدمة التي تستخدمها بالكلاود متوفرة ببقية الأجهزة يعني إذا جوجل على سبيل المثال موفرت لك بالموبايل وموفرت لك جوجل دوكس بالكمبيوتر وموفرت لك بالايباد بس ممكن أنت تعتمد على بعض التطبيقات مثلا خدمة سحابية هي أفضل فتروح تستخدم بس خدمة سحابية بس قبل تستخدمها تأكد أنه تدعم بقية الأجهزة يعني إذا أنت من نوع تستخدم موبايل وكمبيوتر وتابلت تتأكد هذا الشيء موجود ولا لا هذه نقطة كلش أساسية تتأكد من عندها طيب شنو يفرق أنه أنا أستخدم هالشكل وأستخدم بداخل الكمبيوتر إذا عندي شركة حتى أصنع فتشي مثل جوجل دوكس فهذا شي معقد جدا أنت صح يظهر أمامك هذا الشيء سهل الله قلت حلو قلت سهل سالفا ما تعمل سهل الموضوع لا 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 هذا خلف الكواليس كل شي معقد نفس الوقت ستحتاج جيش من المهندسين حتى والمباربجين حتى يسألك فتشي مثل هذا نفس الوقت لازم تتأكد من السكوريتي مالتك صح سكوريتي مالتك مضمون ولا لا أنت جايب مهندسين ومعظم الشركات وما شاء الله كثرة الشركات اللي ما عدهم أصلا جانب سكوريتي بس يعرفي عين مبرمج ومهندس شبكات زي والسكوريتي يقولك على الله حطينا ونعم بالله أوكي فأنت هنا عندك جوجل دا تحميك هناك من راح يحميك إذا على أرض الواقع وأيضا الانتغريتي تمام هناك عندك مثلا أنا أتداخل بحسابي ما أحد ما يقدر يطبل هذا الفائل إذا أنا ما أشاركي بي هناك ممكن واحد يطب بحساب الثاني ومن تجي تصنع ما عندك فدستاندرد معين تصنع على أساسه بينما هذا جاهز بلس هذا تفتحه بالموبايل باللابتوب وإلى آخره فأسهل إليك راح يصير أوكي من نجي نفكر بالكلاود كومبيوتينج السيناريو الموجود فأنت على أرض الواقع حتى تصنع تطبيقات وحتى تشتري أوفيس على سبيل مثل هذا حسابات راح يشتري هو أوفيس واحد بس أكثر من حساب أسوي أرخص إلي من أشتري أوفيس أوفيس كل واحد ينزل بالحاسب ومالتا تشوف شلون فإذا تريد خلي نقول مصادر ريسورس مصادر ومصادر قصدي شنو هاردوير قوي سيرفر قوي جدا يعني إذا أنت تريد تعمل السيرفر مالتاك الخاص بالشركة فأكيد مواصفات قوية وأغلى راح تصير وجوز ما تلقى هنا أنا أصلا في بلدك لازم تروح تجيبها من الخارج ويوصل فالكلاود راح يكون مهم جدا ومفيد لأنه حسب الطلب يعني أنت حتى عندك أجور مثلا أجور وكثير من جماعة يعني جماعتك جمعاتك أجور وغوغل أيضا مزيلا هنا عندك مثلا شوف بالأجور عندك البيعيسي الكالكولي عندك أيضا جوجل هم جوجل pricing calculator زين هذا شنو هذا عبار عن calculator حسب تمام هذا شنو ينطي لك خدمة أنه يحسب لك إشقد التكلف ومالتك راح يكون كل شهر شوف مثلا أقول لها أنا محتاج virtual machine فراح يبلش يسوي الكالكوليتر مالتك شوف ضاف لي إياها فمن أنزل جوة يقول لي هذا راح يكلفك على سبيل المثال 152 دولار بالشهر ليش هذا الريجن operating system مثلا خلي نقول linux راح استخدماني شوف نزل سعر لأن linux بلاش يكون 85 الtype open 2 شنو على ريد زين عندي مثلا هنا basic أو standard الكاتجوري GPU على سبيل مثال أنا ريد وأقدر أذكر GPU ما رأي نوع مالتا تخيل يعني ما تحتار أصلا يجلز أنت تدور على GPU ما موجود وهنا كم virtual machine تريد يعني كم حاسبة تريد أنا عندي مثلا 14 موظف كم ساعة تريد كم يوم تريد كم شهر تريد تخيل يعني عندك مثلا مشروع مشروع عندك سنة تكتب هنا السنة مالتك وهنا عندك pay as you go pay as you go الحلوبي شنو ادفع حسب الاستخدام يعني أنت رح تدفع على حسب استخدامك هنا مثلا تريد تغير بالهاردات أنا اريد SSD يعني ما اريد HDD تمام وشنو ننصي مالتا النوع مالتا اوكي size حجم الهارد اش قد تريد اريد اريد 16 تيرا اوكي ف كم كم disk تريد مثلا نريد اثنين ديسكن هاردين مفصلين كل واحد من عدهم كذا add snapshot معناته شنو هذا وظيفته انه ياخذ مراقبة للسيرفر ما تعالي storage transaction الباندوث تريد تحدد تخيل معصفات رهيبة تريد تسوي بالكلاود هنا نفس الحالة شنو تريد انستانس اي مات جوجل مثلا انا اريد اربع حاسبات زين اه هنا ممكن تستعلم شنو قصد بي على سبيل مثال انا رح استخدم لشنو تستخدم انت خلي نقول مثلا pc اي اسم شنو النظام خلافو تشوف نوع الحاسبة 2 cpu 2 gb ram yes virtual cpu 2 ورام 8 gb تقدر تقول virtual cpu 32 gb ram او 32 cpu and الرام 18 gb balance ف اسوال كثيرة بيها يعني انت تتخيل تقدر تسوي مواصفات حاسبة بالطريقة اللي انت تريدها بالsize اللي انت تريدها فهذا شي جميل حقيقة يعني ما رح تحتاج لكثير من سيناريوهات و الى اخر من امور خلي في بالك ان الكلاود مفيد لكثير من مجالات ما عدا المجالات اللي تكون بيانات حساسة هذه لازم تخليها في بالك يعني مو اكو بيانات حساسة مست تروح تستخدم بالكلاود زين لان انت بالأول بالأخير هاي الشركة ما تابع لك وانت بيانات حكومة هاي مثلا عندك وزارة الصحة ميصر تروح على الكلاود مات بشركات لا لازم يصنون مع كلاود مات مالخاص عندك القضاء ميصر اوكي لان هاي الشؤون ما اي شي علاقة بالمواطني ميصر تمام بالخارج مستحيش تلقي الحكومة تروح على الكلاود الشركات لا هي عدا كلاود مات الخاص اوكي هاي نقطة جدا مهمة بس ك اوبر اول يعني بشكل عام شاستفاد من استخدام الكلاود او شي اقلل الكوست تكلفة staff ما احتاج موظفين هواية زين اقدر راحتي على فكرة انت حتى منتج تزيد راح تسأل سؤال تقول زين انا اقلل ونزل يعني عادي يعني انا قلت لها اريد 32 جيجا اوكي والرام 128 اقدر بعدين اقلل اقلل اعادي اي وقت تزيد وقلل براحتك شوف اشتغل سهل اوتوميشن تمام هذا يفيدك كثير بالاوتوميشن ومرن تغير وتزيد بالرامات براحتك تسوي كفائدة ايكونامي اقتصادية اول شي ما تحتاج ناس هواية ما تحتاج موظفين هواية من تبدي بالشركة مالتك وحتى اذا عندك شركة تقللهم هاردوير جهاز هاردوير اشتري لي كيس اشتري لي رام سيرفر هاي ما تحتاج وتقدر تدفع pay as you go منذ ما شفنا ادفع حسب استخدامك ما تستخدم ما قص من عندك تستخدم ما قص من عندك تمام ودائما رح تكون انت شنو update دائما تطبيقاتك كلها تمحدثة فهاي من جانب الايكونامي اقتصادي من جانب كفائدة اليك كخاص فانت عندك البرنامج وإلى آخره هساني ما احتاج افكر والله هذا الوفيس جديد ولا قديم هما يعالجوا لي اياها زيان نفس الوقت وقت التطوير يكون اسرع يعني من عندي مشروع معين تعال اشتري لهم كل واحد من عدهم وورد كل واحد من عدهم اشتري لهم فلان برنامج ليش ليش هقدر استخدمها كلاود وكثير من خدمات مجانية اصلا نفس الوقت ينطيك الavailability يعني انت بأي مكان تكون تقدر تستخدمها لان عندك انترنت وايضا يفيدك بالSLA اي بي دارة المشاريع ها ما احنا درسنا SLA صحلو لا SLA Project Management هاي ايضا شنا كاد بينا بال Project Management SLA زين SLA شنو هي هذا مثل عقد بين الشركة والزبون هاي اتفاقية اتفاقية على يا مستوى على مستوى الخدمة المنتجات اللي تقدمها انت تكتب لها شنو راح تقدم لها انت شنو الخدمات راح توفر ليا زين والنقاط الاتصال بينك وبينها شنو راح يكون وشنو بالنهاية تسلم ليا وكل المقاييس والجودة وهاي شنو الاتفاقية الاتفاقتوية هذا راح يكتب بهاي الورقة حتى شنو تحمي نفسك باتشروع قبل من يقول لك لا عني هاي شي طالب تقول للا حسب SLA ما شنطالبت هذا الشي زين فمايقدر يعاندك على سبيل المثال حتى بهذا الشي يعني ما راح تحتاج لكن ما نخبي عليكم انه من تتعامل مع الكلود لازم تخلي في بالك انه كلاود كومبيوتينج شنو المخاطر الممكن تواجهني الرسك اولا اي شركة تتروح وياها يعني سأكون عندك جوجل عندك امازون عندك مايكروسوفت هاي ثلاثة شركات عملاقة اكون شركات اخرى بترى تنطي اوكي يعني انت عندك مثلا شركة اسمها فولتر اللي هي ارخص من كلهم تمام بس لكن وكثير من شركات مثل هذه موجودة زين يعني هاي الشركة مو هي جوجل ولا هاي اسمها بس تنطي خدمات يعني تنطي على سبيل مثال من اجي ادخل انواع واشكال من خدمات هي تنطينية وارخص عندي daily ocean اوكي فكثير من خدمات يعني موجودة عندي بس لازم قبل اشتري خدمة اول شي لازم اتأكد من هل المستخدمين من يطلبون للخدمة هاي اي واحد يريدخل له لو كل يوزر وحده هاي مهمة اثنين security هل عدهم security قوي اوكي عدهم security certificate يعني ما معقول اشتركوا اياهم صح وما يعني على مدرخيص اشتركوا اياهم اكيد لا نفس الوقت الاماكن مالتا وين متوفرة هاي مهمة عندي يعني ممكن اكو شركة تنطيق خدمة cloud وهي مقارها بامريكا بينما عندك مثلا amazon مقارها بكثير دول فسرعة الخدمة تكون اسرع عندك مثلا oracle oracle عندها سيرفر في دبي فاكيد رح تكون افضل من باقية الشركات لان دبي اقرب للعراق مثلا اوكي عدهم مثلا ممكن بتركيا فادور على data center قريبة من عندي اوكي اوكي او اذا كان موجود بالعراق كده افضل بس اذا ما موجود بالعراق حاول ادور على data center قريب من عندي حتى شنو ما يكون عندي الوصول الى يعني ببطء ايكون ونفس الوقت مو على موضي الشركة رخيصة او الشركة ممثوقة ما اتعني اروح بها لا اقرأ privacy Malta يعني عندما تدخل الى اكو كثير من مواقع يعني يقول لك ما نفعل privacy Malta يعني يعني ممكن يقول لك انه اي طبعا بالنظام التركي وطيب يعني يعني ممكن يقول لك انه احنا رح ناخذ المعلومات احنا اقرأ privacy Malta يعني ممكن انت حتى data center مثلا شنو قلت اوكي data center مات فلان دولة عربية قريبة من عندي اقرأ privacy مات ديش الدولة مهم جدا لان ممكن تاتا سنتر صح مثلا شركة فلانية بس اي شركة تدخل في دولة معينة فلازم تخضع لقوانين تلك الدولة يعني ابسط مثال عدنا زراعة بانق بانق تركي موجودة ب اش اسم باربيل فبوقتها بتركيا تقدر تصرف عندك فيزا كارت وماستر كارت ومالتهم الخاص تقدر بالمطاعم تدفع دفع الالكتروني براحتك استمتع بس هس فرؤهم بالعراق موجود موجود بس اعتقد كيف ما تقرأ تسوي حال حال بنوغ العراقية ما عادة بايمنت اون لا ما عادة ما عادة وكل يقول لنحن نخضع لقوانين ال-CBI بنك المركز العراقي هو يقول لنا إذا تريد تدخل دولتي تتبع هالقانون فما يتبع بعد قانون تركي يتبع قانون العراقي فأنت حتى بموضوع مات ال-location شوف ال-private ما ديتش الدولة شنو هي هل هم الحكومة يقدرون ياخذون معلومات ما تدخلي معلومات وموظفينك من حقهم يتاجروها هل دا أشاركها بأمان هل من جاي أسوي لها share encrypted مشفرة زيان لأن إذا لم يشفرة هاي مشكلة هل دا يتبعون ال-SSL على سبيل مثال ونفس الوقت إذا مشفرة أكو دليل يثبت لنو هي مشفرة من ترسل وتم تجربتها إضافة لذلك لازم يكون بها خدمة ال-recovery يعني يعني حط سيرفراتي وشغلاتي على الكلاود زين أفرض على غفلة الكلاود وقف زين إذا وقف إش قد يعني لازم أنا يأخذ من عدوم الأوكي إذا الخدمة وقفت خلي نقول زين الخدمة شوك تترجع يعني بيانات مالتي شوك تترجع هاي مهمة عندي يعني أنا ضاعت البيانات مالتي شون تقدرون تراجعوها أكو إمكانية تراجعوها أو لا وهاي الكارثة صارت بوقت هاي ذكر أنا وأسام إسماعيل هم موجدو يعني بالمبادرة أكو شركة أصلا كنا مشتركين بيها البيانات كنت راحت راحت ما قدروا يرجعوها أصلا فهاي مشكلة صار عدوا مشكلة هما كان شيرد هوست وكان الشركة ضاعت يعني انضربت فيروس أحكوا أحد المواقع شيرد هوست معنات المواقع كلتا مشاركة مع بعض فانضرب فيروس فمنعالجوها رجعنا قلنا يا شغلتنا محذوفة قال ها هيا سأرجعلكم يا ظلوا وما رجعوا وما رجعوا زين قال لك والله البيانات محذوفة فلازم تتأكد انه وعدهم باك يقدرون يرجعو لك هاي واحد اثنين حتى لو يرجعو لك قال لك اوكي لا اطمئن احنا نرجعو لك ما نقعد الميانة تضيع بش قد الوقت ترجعو واني مو بس ترجعو ليا ممكن يقول لك هيا رجع ومنصر المشكلة يحتاج 15 يوم الى رجع وانت كل شغلك واقف يجوز انت عندك متجر الالتروني تمام نفس الوقت لازم انت ترجعو لانه انت تشغيل الداة ما تكون موجودة زين يعني اذا صار فشل بالسيرفر تعرف تختار الشركة اللي تتريدها في الكلود ك storage او غيرها الجميل بينه تقدر توصل من اي مكان مفيد للناس اللي هوا يتسافر او عنده فروع شركات على سبيل مثال ايضا اسأل من تستخدم على سبيل مثال جواعة storage cloud storage شوف كل انواع الفايلات يقبلها اكو بعض الصور انا اريد فايل بس pdf نفس الوقت ال data اللي تخليها يمهم هل هاي data امان يعني كcloud storage امثلة جلنا google docs office outlook yahoo mail gmail هاي كلها تعتبر من شنو من cloud storage بس لكن gmail يعتبر من cloud storage اللي هو send receive emails youtube يعتبر video file storage تمام go daddy على سبي مثال hosting هذا ايضا cloud linkedin facebook كلهن ال data والصور هذور يحفظ لك فلازم ايضا يكون عندك معلومات بهذا الخصوص بالcloud storage security ايضا لازم تتأكد من encryption هال البيانات التنقلة من حاسبتك للموظفين والكلاود مشفرة authentication اللي هو login username password نلاحظ انه انا ما قدر اكتب اي شيء اذا ما اصوي login username password نفس الوقت authorization اللي هي شنو المستويات يعني اعني مثلا admin اكت صلاحيات authorization صلاحيات اعني اعني ادمن اقدر اصوي اكثر من اليوزر العادي هاي الامور لازم اخليها في بالي من اشترك باي كلاود لازم اتأكد انه البيانات مات تمام ما كو اي مشكلة مبدئيا تقدر تشترك بشركتين يعني مثلا الشركة الاولى وشركة الثانية وتشوف لمدة سنة شنو الخدمات المتوفرة وياهم منهم جان افضل بعدين تقدر تختار مو اثنين اتفهم فكر بالoutage ايضا يعني ممكن الانترنت انقطاع عندك بديل ونفس الوقت السرقة ايضا لازم تفكر انه حتى اذا كان عندك جوجل وغير 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 من الشركة ترى يبقى اليوزر المستخدم هو النقطة الضعف بالشركة فهذا ايضا الجهة لازم ان يثقف قبل اتحول لالكلاود